ما كناش نعرف ان ياسمين رئيس فلسطينية من يافا عمري ما خبيت عمري ما انقرت انتي نزلتها مرة في 2020 وبعدين اعطي البوست تاني لما حصل الحرب الاخيرة على غزة نزلت الباسبور بتاعك سوري انا بنزل دايما وبقول دايما ودايما بحط ستوري بس ما كانش حد بيركز يعني ما خبتش يعني ما كانش حد بيركز انا فجأة بس لقيت الموضوع بقى فيه تركيز يمكن لما نزلت سورة الباسبور عمري فكرت تزوري فلسطين تفكرت بس مش من حقي ليه مش من حقي بسبورك شوفنا سلطة فلسطينية مش من حقي لانه احنا اهلي من 48 طلعوا وقت المدابح الليد ودير ياسين فدول اول ناس محرومين من حق العودة وملفهم اكبر ملف يعني في الامم المتحدة المفروض انه احنا ملف اللاجئين اللاجئين في العالم هما اكتر من الناس اللي عايشة جوه الارض للأسف حقيقي؟ فانا مش من حقي لأ مش من حقي ارجع مش من حقي ادخل البلد وحاولت ادخل بعد كده بالباسبور مصري ما نفعش برضو معرفتيش؟ لا غالبا هما عارفوا ان انا يعني اصل الاصل فلسطينية فبتصريح اترفت ثلاث مرات كنت عايزة تروحي في اي اطار يعني عايزة تزوري بلدك ولا؟ لا انا كنت بحاول ان انا اروح زيارة بس ده ما نفعش فبعد كده جات لي فرصة ان انا هعمل فيلم كنت هعمل فيلم مع استاذة نجوة نجار مخرجة هي فلسطينية وكانت وقتها عاملة فيلم عيون الحرمية وكان فيلم عجبني جدا جدا وكان متصور في الداخل وتفرجت على الفيلم هنا في مهرجان القاهرة فلما هي كلمتني وعرضت علي الفيلم انا وفقت على طول يعني من غير ما فكر وعملتلي فعلا اوديشن ومشينا في كل حاجة تصريحي ترفض ثلاث مرات وقالتلي ادي حاجة غريبة جدا يعني عادة ما بتحصلش لان احنا احنا فنانين وبنعمل فيلم بس هما غالبا يمكن عارفوا ان انتي اصلك من هنا فتصريحك ترفض وجابت موسلة من الداخل والفيلم تعمل وتعرض هنا في مهرجان القاهرة وكان فيلم ناجح جدا زعلت زعلت ويمكن دي من الحاجات القليلة اللي انا كنت نفسي اعملها وما عملتهاش وزعلت عليها ان شاء الله تتعوض ان شاء الله يعني كل حاجة ما بتجيش بتيجي حاجة تانية اكبر تعوضها بالله حقيق صح